السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الأوقاتكم طلاب وطالبات الصف الخامس ابتدائي أنا معاكم عبدالله الاشتيد وترافقني بلغة الإشارة لأستاذ نسرين النصار نرحب بكم في هذا الدرس الجميل بتواجدكم معنا أعزائي الطلاب والطالبات دائما خير ما نبدأ به درسنا بسم الله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم ننطلق الآن في هذا الدرس ركزوا جيدا على الشاشة موضوع درسنا اليوم كما تشاهدون الآن خطة حل المثلة الحل عكسيا رح يستغرق مننا هذا الموضوع درسيا بسم الله طيب أولا أعزائي الطلاب والطالبات وانتم تشاهدون الآن بكل تركيز نقرأ العنوان خطة حل المثلة الحل عكسيا ثم نتج إلى فكرة الدرس هذه فكرة الدرس أحل المسائل طبعا مسائل رياضية باستعمال خطة الحل عكسيا لابد نحطها بطريقة الحل العكسيا خذينا من استراتيجية حل المثلة إلى الآن عزائي الطلاب والطالبات أول استراتيجية خذناها في هذا الفصل ما هي؟ أحسنتم أليها التخمين والتحقق اليوم إن شاء الله رح نتناقش أنا وأنتم في استراتيجية جميلة اسمها الحل عكسيا طيب ركزوا جيدا في الشاشة الآن دائما دائما أعزائي الطلاب والطالبات تكون هذه المراحل خطوات الأربعة معاك في أي مسئل اللهم تختلف في الخطة بس اليوم خطتنا هي حل عكسيا لكن باقي المهارات أفهم أحل أتحقق تكون تماما تنفيذها في أي خطة أو استراتيجية أخرى لكن اليوم خطتنا هي الحل عكسيا رقم 2 طيب تعال خذنا تناقشنا إياكم عن الحل عكسيا ها عزيزي الطالب والطالب وأنت الآن تشاهدني أكسيا ماذا يعني دائما العكس هو عكس الشي وحد يمشي أمام عكس خلف يصار عكسا يمين طيب الآن تعال خذنا تناقشنا وانتم في الحل عكسيا عندما نقرأ مسألة القراءة المعتادة تبدأ من اليمين إلى اليصار في اللغة العربية لما أقولك الحل عكسيا رح تقرأ من آخر كلمة وتصعد إلى أن تصل أول كلمة هذا عكسيا تمام يا سيدا هذه حلوة طيب الشيء الثاني والأهم تعكس العمليات عندما تشاهد كلمة تدول على الزايد تعكسها وتصير طرح الزايد أو الجم عكسه ماذا أحسنتم طرح كذلك الضرب ما هو عكسه أحسنتم القسمة لكن عزيزي الطالب والطالبة لابد في كلمات تعرفة لأننا لا نقولك في المسألة هذا القسم وهذا ضرب لا يأتي كذا سيقولك أضافة كلمة أضافة يعني جم لما تأتي تحل عكسيا تعكس الجم ويصير طرح هذه نقطة مهمة جدا سنرى بعض الكلمات التي تدل على العمليات الحسابية وهذه نقطة مهمة جدا يلا الآن ركزوا جيدا في الشاشة كما تلاحظون الآن الحل عكسيا تكون قراءة المسألة من آخر كلمة في المسألة الشيء الثاني والأهم أعكس العمليات الحسابية فالجم يكون طرح وإذا شفت طرح يكون جم والضرب نفس الطريقة عكس بعض عكس القسمة طيب يلا الآن تعالوا أنا وانتم نقرأ هذه المسألة الجميلة يريد مزارع شراء أقفاص لتربة الطيور ونقلها إلى مزرعته إذا كان معه دائما وأنا أقرأ أفهم أفهم أي عدد يجيك رح تقضي عندك خط أو مثلا مربع كما يحلو لك وتكلفة القفص الواحد خمسة عشر وأجرت نقل كافة الأقفاص تسعون ريال السؤال فكم قفصا يستطيع أن يشتري طيب تعالوا خلنتنا نقشنا وانتم في اللي شيء فهمنا أولا أفهم ما هو الموجود في معطيات المسألة عزيز الطالب المبلغ المتوفر مع المزارع ثلاثمائة وخمسة وسبب تكلفة القفص الواحد خمسة عشر أجرت النقل تسعون ريال طيب ما المطلوب كم قفصا يستطيع المزارع أن يشتري تمام الآن لو خلناه كسلوب قصة المزارع معه ثلاثمائة وخمسة وسبب يريد نقل أقفاص تكلفة الأقفاص لنقله لمكان آخر مثلا مزرعته كلفته الآن كما تشاهدونه على الشاشة تسعون ريال طيب القفص الواحد خمسة عشر ريال طيب نريد الآن نحلها بشكل عكسي كيف نحلها بشكل عكسي كما أخبرتكم نبدأ من وين من الأخير لو بدأت من الأخير تتنقل وانت تقرأ نبدأ الآن مع بعض ركزوا جيدا في الشاشة الآن الخطة الحل المسألة ماذا؟ عكسيا هذه خطتنا اليوم تعال أنا وانتم نقرأ مع بعض ركزوا جيدا رح أبدأ من الأخير هنا كما تشاهد الآن في الشاشة أجر نقل كافة الأقفاص تسعون يعني واحد معه ثلاثة وخمسة وسبعين يريد نقل أقفاص طبعا لما تنقل أقفاص رح يخص من المبلغ حيكون معي العملية طرح إذن أنت بديت من هنا لكن اعتدنا دائما معه يعني متوفر كان معه زائد يعني فلما يجي النقل وانت بادي من العكس ماذا تفعل؟ تطرح فيصير عندك ثلاثمائة وخمسة وسبعون طرح تسعون جميل طيب هذا أول خطوة صار معي الآن مئتان وخمسة وثمانون وأنا أقرأ بداية أقرأ وجدتنا تكلفة القفص الواحد قفص الواحد خمسة عشر طيب أنا معي مئتان وخمسة وثمانون ماذا أفعل؟ أزيزي الطالب والطالب أركزوا معي لو قلت لك أنا هذا القلم خمسة ريال القلم الواحد خمسة ريال تمام؟ أبغى ثلاثة قلم خمسة عشر ضرب صح ولا؟ طيب وانت الآن تحي العكسية ماذا يكون؟ حسنتم قسمة لأن أنا أقعد أحل بصورة عكسية فيكون عندي قسمة لا طيب أرح نقسم ماذا؟ مئتان وخمسة وثمانون تقسيم ماذا؟ خمسة عشر ركزوا جيداً في الشاشة فلما نقسم ثلاثة أرقام عدد مكون على قسم معدد ها رح نخيدها الطريقة هادي رح نخيدها بالتفصيل بس نريد الآن نعرف هم شيء فكرة كيف تطبق الحل عكسية فمئتان وخمسة وثمانون لما تقسيم خمسة عشر يطلع عندنا تسعة عشر قفصاً هذه الآن هي الطريقة الحل عكسية طيب ننتقل الآن كيف أتحقق الآن وصلنا إلى هنا إذا كيف تتحقق تمشي مع الخطوات بالتدرج يعني تبدأ من أول شيء فنبدأ من هنا الآن بنتحقق الآن بيكون عكس العمليات هذه الآن رح لو قلنا نبي نضرب الخمسة عشر فالتسعة عشر من عكس العملية دي الآن فتصبح ماذا؟ أحسنتم مئتان وخمسة وثمانون طيب هل مئتان وخمسة وثمانون الآن لما نضيف لها تسعون هل تصبح ثلاثمية وخمسة وسبعون إذا كانت نعم إذن التحقق والإجابة معقولة خنشوف الآن فالمئتان وخمسة وثمانون لما نضيف لها تسعون أو زايد تسعون تصبح ثلاثمية وخمسة وسبعون ريال هذه الآن طريقة تحقق من إيش من الحل عكسية طيب الآن الآن تعالوا أعزائي الطلاب والطالبات هذا المثال اللي قبل شوي نبي نقعد فيه شوي حتى نفهمه بشكل جيد تمام؟ ركزوا الآن جيدا في السؤال الموجود عندنا السؤال يقولوا ارجع إلى المسألة السابقة واجب على الأسئلة التالية اشرح كيف استفدت من خطة الحل عكسية في إيجاد عدد الأقفاص التي يستطيع المزارع شرائها طيب الآن تعالوا نشوف بمعرفة تكلفة القفص القفص الواحد واجرة النقل والمبلغ المتوفر لدى مين؟ لدى المزارع لشراء الأقفاص يمكن العودة بخطوات حساب ماذا؟ عكسية لمعرفة عدد الأقفاص التي يمكن شراءها لأن أنت عندك توفر عندك الآن ثلاثة أشياء مهمة حتى تستطيع أن تجدها يعني عندك المتوفر ثلاثة مية وخمسة سبوع القفص الواحد بخمسة عشر النقل عشان ينقلونها المكان لمكان تكلفته كم؟ كما وجود تسعون تمام؟ تبقى نشوف الآن كم من الثانية افترض أن المبلغ الذي لدى المزارع كان كم؟ أربعمائة وخمسون ريال فكم قفصاً يستطيع أن يشتري نفس الخطوات السابقة راح نجريها أطرح أجرة النقل من المبلغ المتوفر لدى المزارع لماذا؟ لأن هذه هي آخر شيء دائماً طبيعي أني كانت عندما يكون معاك مبلغ أي مبلغ سواء كان في البيت حتى أنتم برضو في المعتاد لما يكون عندنا في المنزل الشارع بننقلها ومعايا أنا مبلغ بيقول نقلة الأجر مثلاً عافش مثلاً المكان ثاني تكلفته مثلاً تسعون وأنا معايا أربعمائة وخمسون أكيد راح يخصم مني الأربعمائة وخمسون يعني طرح فهمت الفكرة؟ طيب الشيء الثاني هنا بعدما يطلع عندي المبلغ أروح أقسمه على ماذا؟ خمسة عشر فيطلع عندي الآن ثلاثمائة وستون تقسيم خمسة عشر أربعة وعشرون قفصاً يمكن أن مزارع شراءها طيب كمّل الثاني ما أفضل طريقة للتحاقق من الإجابة عندما تستعمل خطة الحل أكسية؟ لو لحظت أبدأ بالإجابة التي حصلت عليها وتتبع خطوات الحل فإذا وصلت للعدد المذكور في المعطيات مسألة تكون إجابتك صحية هذه الموجودة لك رح إن شاء الله تكون هذه واضحة عزي الطلاب في حل المسألة تأتي إن شاء الله لاحقاً طيب إشرح متى يمكن أن تستعمل خطة الحل أكسية لحل مسألة ما؟ ركز معي جيداً عندما تعطي الإجابة وتكون إحدى معطيات المسألة مجهولة الآن هو عطانا المبلغ وعطانا النقل وعطانا القفص الوحيد مفترض أحد المعطيات تكون على هذه القفص موجودة لكي أخذها منك أو تبقى قفص واحد وإن شاء الله تتضح لهذه المعلومة في التدريبات ومسائل اللاحقة ركزوا الآن جيداً عزيز الطالب والطالبة هذا الآن تدرب على خطة الحل الأكسية هذه الآن مسألة رقم خمسة صفحة 55 نقرأ المسألة جيداً قام نادي الرحلات بالمدرسة ببيع بعض الصور المناظر المناظر الطبيعية التي التقتها الطلاب لجمع تكاليف رحلة ميدانية فركزوا معي فبع أول 20 صورة مقابل 4 ريالات للصورة الواحدة ثم قام بتخفيض 8 ريالين للصورة حتى يبيع أكبر عدد من الصور السؤال ما مجموعة الصور التي يبيعت انتبه علماً بأن النادي جمع 216 ريالاً ثمناً للصور التي باعها طيب تعال قنا تناقشنا وانتم في هذه المسألة الجميلة أول شيء أعطانا 216 جمع الصور كلها موجودة الآن سعرها 216 لو جينا الآن لهذه الأعداد لاحطوا 20 ماذا تمثل؟ هذا أول 20 صورة باحة بكم؟ بـ 4 ريال للصورة الواحدة ثم قام بالتخفيض ما معنى تخفيض؟ يعني تقليل السعر السعر كان 4 ريال لا قلل بتخفيض الثمن إلى ريالين الثمن قسطي إلى ريالين يعني كم النصف كانت 4 ريال للصورة الواحدة أصبحت ريالين للصورة حتى يبيع لماذا؟ حتى يبيع أكبر عددا من الصور هذا ما مجموعة الصور التي بيعت هذا هو المطلوب مننا بعدين أعطاك 216 ثمنا للصور التي باع تعال خل تناقشنا وأنتم في أفهم يلا ما معطيات المسألة؟ أول شيء باع أول 20 صورة بـ 4 ريال للصورة ماذا؟ الواحدة طيب ثم ماذا؟ تخفيض مجموعة من الصور بريالين للصورة الواحدة الشيء الأخير ثمن جميع الصور 216 ريال ما المطلوب؟ ما مجموعة الصور التي بيعت هذا الثمن يبغى الصور كم؟ بس لو لاحظنا أننا أحيانا معطينا الصور بس ما عطنا أعطانا واحدة منهم أول 20 صورة 4 ريالات وعطانا ثمنها ثم قال لك مجموعة من الصور شف؟ هنا النقطة الأساسية إذا عرفت هذه تقدر تعرف كل شيء إذا عرفت المجموعة من الصور التي بيعت بريالين تقدر نجمعها وخلاص ونتها المطلوب لكن ما حطناها لماذا؟ شف هو خلى أحد المعطيات مفقودة تذكروني ما يقولك أحد المعطيات تكون مجهولة هذا أحد المعطيات الآن مجهولة ما هي موجودة لكن موجودة كلها موجودة لكن معادة أحد المعطيات التي هي مجموعة هذه غير موجودة طيب كيف نحلها؟ يلا تعالوا من بعض نحلها بالصورة الحل ماذا؟ أكسية تعالوا نشوف الآن المسألة يلا من أين نبدأ؟ هيا عزيزي الطالب أحسنتم من هنا نبدأ مئتان وستة عشر لما مئتان وستة عشر نبدأ من هنا خلاص نبدأ من هنا ولما تطلع تركز على ماذا؟ على ماذا؟ على كل خطوة موجودة يخذنا تناقشنا إياك مع بعض أول شيء مئتان وستة عشر هذا مين؟ هذا ثمن جميع الصور خلاص خلعه على جمعه هذا ريالة تماماً هذا الثمن جميع الصور أول شيء هنا يلا بدينا من هنا فلما تمشي من هنا هنا في نقطة هنا ثم قام بالتخفيض ثمن ريالين ولكن لا تعرف الصور كم تعرف الصور؟ لا فتضطر تروح تكمل هنا بالعكس هنا الآن هنا المشكلة هنا لما تأتي تكمل تجد هنا أول عشرين صورة بكم؟ بأربعة ريالات فعشرين صورة الآن بكم؟ بأربعة ريالات يعني كم ثمانون؟ هتبقى كم؟ أحسنتم ثمانون ثمانون ريالات طيب الآن أصبحت الآن الصورة واضحة لنا في المجموعة الصورة غير موجودة لا يلا خنحلها بشكل تفصيلي أكثر ركزوا جيدا في الشاشة كما تلاحظون الآن نبدأ من هنا يلا الآن الحل أول شيء ثمن الصورة مباعة مئتان وستة عشر يلا اتفقنا عليه شيء ثاني ثمن الصورة قبل التخفيض يعني قبل ما يخفض كانت باربعا ريال فعشرون ضرب باربعا كم؟ ثمن تمام الآن أنا أروح أطرح الثمن هذا طبعا من المطروح من المئتان وستة عشر فلما أطرح مئتان وستة عشر منها ثمنون يبقى الجواب مئة وستة وثلاثون طيب أروح نكمل برضو مرة أخرى الآن عدد الصور بعد التخفيض لماذا لماذا قسمت على اثنين لأنها قال السعرها بكم بريالين فأجي الآن مئة وستة وثلاثون لما آخذ نصفها وقسمها على ثانين ثمانة وستون صورة طبعا إن شاء الله هذا القسم سنتعرف عليه في دروس لاحقا لكن اللي حاب يعرفه الستة نصفة كم؟ أحسنتم ثلاثة طيب الثلاثون نصفها كم؟ أحسنتم خمسة عشر المئة نصفها كم؟ خمسون لما تجمع هذه بيطلع الجواب هذا تمام؟ بيطلع الجواب ماذا؟ ثمانية وستون هكذا عشان تعرف كيف تجبنا التقسيم من ثنين لكن إن شاء الله الدروس لاحقنا في دروس متخصصة في القسمة أنا يهمني الآن تعرف كيف تطبق استراتيجية الحل العكسية كده خلصنا بدينا من آخر شيء وكملنا المعلوم ثم رجعنا إلى هنا طيب نكمل الآن إذن عدد الصور التي بيعت أنتبه هذا هم نقطة لا الآن هالي ثمانية وستين صورة هنا لكن في صورة عندك وينها؟ تذكرونها؟ أحسنتم اللي هي عشرون صورة باحة باربع ريال فنجي نجمعها لان الآن هذا السؤال مهور هذا الإجابة عدد الصور التي بيعت عشرون زائد ثمانية وستون ثمانية وثمانون صورة إذن هذا التي وصلنا إليها طبعا يلا الآن نتحقق نجي الآن لو جيتنا جمعت الآن الصور هل ثمنة صح يطلع عندي مائتان وستة عشر فلما أجمع الثمنون مع المائة وستة وثثون يطلع مائتان وستة عشر طيب الآن نترك لكم هذه ثلاثين ثانية وبعد ذلك سنتناقش مع مستعدين نبدأ ترجمة نانسي قنقر طيب الآن تعالوا قد تناقش في هذه المسألة هذه المسألة كما قرأتوها أنتم قبل قليل وبعضكم بادر في الحل جميل مجرد محاولتكم بادرتك في الحل وتطبيق استراتيجية الحل عكسيا تمام طيب الآن عندنا ثلاث سارة ولبنوة سناء تمام لابد تعرف كيف تطبيق استراتيجية حل الحل عكسيا تعالوا معاي شاهدوا بالتركيز جمعة سناء عدد من الطوابع يزيد بخمسة عشر طابعا على عدد الطوابع التي جمعتها سارة وجمعة لبنى عددا يزيد منذ ثمانية على العدد الذي جمعته سناء وإذا جمعت لبنى اثنان وسبعون طابعا فكم طابعا جمعت سارة مسألة جميلة جدا تعالوا قد تناقشنا وانتم فيها يلا لا أفهم ما معطيت المسألة سناء تزيد بخمسة عشر طابعا على سارة ثم بعد ذلك لبنى جمع الطوابع تزيد بثمانية على سناء آخر شيء قال جمعة لبنى اثنان وسبعون طابعا لو لاحظتم أنتم جيدا أنه في شيء مجهول في المسألة اللي هو ماذا؟ سارة لكن لبنى موجودة طيب تعالوا لنرى ما المطلوب؟ كم طابعا جمعت سارة؟ يلا الآن تعالوا لنرى خطتنا الحل أكسيا ركزوا جيدا فيها رح نبدأ من آخر شيء من هنا من لبنى لبنى وانا أقرأ بعدين سناء بعدين صارها هنا جمعت سناء عدد من الطوابع يزيد بخمسة عشر لكن أنا لا جيت أقرأ المعلومة الموجودة عندي هي لبنى فهذه لبنى الآن كم لبنى الآن جمع الطوابع؟ اثنان وسبعون إذن لبنى معلومة خلاص طيب نروح نشوف سناء وحنا نقرأ كذا تمام؟ نقرأنا الآن كذا لما اتجهنا كذا ما مكتوب؟ مكتوب وجمعة لبنى عددا يزيد ثمانية على عدد الذي جمعته سناء يعني هذه لبنى تزيد بثمانية عن ماذا؟ عن ماذا؟ حسنتم عن سناء ممتازي طيب نكمل ثم بعد ذلك وجد نصارة تمام؟ هذه صارة لعنى طيب بس لما أجي أقرأ يقول جمعت هنا لما أجي أقرأ هنا أجد هنا في شيء موجود خمسة عشر بس خلني أقرأ جيدا جمعة سناء عدد من الطابع يزيد بخمسة عشر طابعا على صارح يعني سناء تزيد بخمسة عشر تزيد ما معنى هذا؟ جمع تمام؟ لكن انتبه الآن في نقطة مهمة جدا الآن وش طريقتنا؟ الحل العكسيا تمام ما معنى الحل عكسيا؟ عكس الاتجاه هذا واحد الشيء الثاني النقطة المهمة العملية ماذا هنا؟ جمع فتصبح ماذا؟ طرح فتعال الآن هل صارت تعرفها؟ لا هل تستطيع نجيب منها سناء؟ لا أستطيع فهنا الآن هي المشكلة في هذه في المعطية هذه تعال خلنت طبق الآن الحل بشكل جميل ركز الآن ما هي لها يلا لا ها عزيزي الطالب الآن لما أبدأ من سناء لأنها معلومة عشان أجيب سناء وش ما هذا الآن تلاحظون؟ جمع فتصبح طرح وتطرح منها ثمانية الآن 72 طرح ثمانية ستبقى كم محسنتم؟ أربعة وستون الآن عزيزي الطالب والطالب وأنت تشاهدني الآن لبنة مع هاتنان وسبون تم قال لبنة تزيد عن سناء بثمانية فإذا حبينا نعرف سناء ماذا نفعل في لبنة نطرح الموجود معها 72 نطرح منها كم؟ ثمانية يطلع على ماذا؟ يطلع منها سناء هذه المعلومة الآن عرفناها بأي طريقة في موجود لبنة خلصنا طيب نجي الآن الحين سناء 64 تمام؟ الآن سناء محاها 64 لو قال لك واحد ترى سناء تزيد عن صارة بخمسة عشر معنها أكثر من سناء بكم؟ من صارة بكم؟ أحسنتم خمسة عشر طيب عشان حبينا نعرف صارة كيف نطلحها ركزوا جيدا في الشاشة فالحل عكسيين نجيبها الطريقة كذا أكس لا بس 64 الآن معلومة سناء الجمح هذا ماذا يصبح؟ أحسنتم طرح لماذا؟ لأن يحل عكسيين يستاذ فتصبح خمسة عشر خلاص الآن لما تجي تطرح الاربعة وستين من خمسة عشر كم فيها؟ يلا عزيزي الطالب والطالبة منفترض تحلونا ذهنيا حلال لكم بالطريقة المعتدين عليها طبعا لا تستطيع هنا تعيد تجميحها فتستخد عشرة هذه المنزلة عشرات لا تعطي لعشرات فقط فلما تأخذ عشر يبقى خمسة ولما تضيف هنا تعيد تجميحها إلى وحدات تصبح هذه كم؟ أربعة عشر خلاص الآن تستطيع أن تطرح كم يوجود؟ أربعة عشر طرح خمسة حسنتم تسعو هنا تسعو أربع هذه الآن كما تشاهد الآن جيدة طيب تعالوا لنتناقش أنا وأنتم فيها تحقق طبعا أنا جيت بتحقق كالآتي راح تجمع الآن تسعو أربعون حقا مين؟ حقا مان تقبلوا شو خذناها صارة أحسنتم هذه صارة والخمسة عشر الزيادة والثمانية الزيادة هل تطلع عندنا لبنى أم لا؟ ها؟ أحسنتم بثنين سبوه فإذا جمعناها تطلع نفس الناتج حتى لو طالب مثلا يتأكد مرة ثانية مثلا لو جيني هنا صارة كم قبل قليل تسعو أربعون يستعد تمام علشان تعرف سناء تتحقق منها قبل قليل قلنا أربع وستون صح ولا؟ فإذا جمعت الخمسة عشر مع التسعو أربعون هتصبح أربع وستون في سناء طيب الآن هذا سؤال جميل جدا ورايع يقول يا تقاضى عامل خمسة ريالات عن كل ساعة عمل قبل الظهر وثمانية ريالات عن كل ساعة بعد الظهر إذا انتهى العمل من عمله عند الساعة الثانية بعد الظهر وتقاضى ستة وثلاثون ريالا فكم كانت الساعة عندما بدأ العمل طيب هذا الآن يترك لك عزيزي الطالب والطالبة كمهمة أدائية وانتناقش إن شاء الله في الدرس قادم لها فكروا فيها ولكن انتبهوا في الحل ستبدون عكسا عكس القراءة ستبدون من هنا حل عكسية طيب إلى هنا أعزائي قلاب الطالبات الرائعين والريعات نتوقف على أمل لقياكم إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله ودمتم بخير